شكرا جزيلا يشهد العراق نموا سكانيا يعد مرتفعا بالمقارنة مع بلدان أخرى ولكن هذا الارتفاع حقيقة شهد الخفاظ في معدلاته كان النمو السنوي العراق يعد عالي جدا الآن صار عالي يعني من عالي جدا انخفض إلى مستوى العالي هناك 87 دولة تقريبا في العالم هي أقل نموا سكانيا من العراق وبالتالي هو يأتي بالدرجة 88 على مستوى الوطن العربي المستوى الرابع الثامن عفوا أو التاسع النمو السكاني في عراق هو يبلغ الآن حوالي 2.6 يعني 2.5 بالمئة تقريبا هذه النسبة تعادل رقما كحد أدنا 850 ألف وكحد على مليون ولكن في بعض السنوات حقيقة نتجاوز سقف المليون في عام 2020 كان هناك مليون ومئتين وخمسين ألف يعني مليون وربع وفي عام 2021 كان مليون و300 تقريبا 22 بعد ما زلنا ننتظر يعني ظهور التقديرات النهاية لعدد السكان بالنتجة هي هذه أقول أنها هي تقديرات مبنية على معادلات حصائية هذه المعادلات الحصائية مؤتمدة عالميا ونعتمد من خلالها على وجوز سنة أساس يكون فيها عدد السكان معلوم نعتمد 2010 كان فيها عدد السكان معلوم بالنسبة لدينا بعد ما نفذنا عمليات الحصر والترقيم الخاصة بالتعداد في تلك السنة والتالي أعطتنا رقما دقيقا عن عدد السكان كانوا 31 مليون و600 وبالنتجة وفكا لمعدلات الولادة والوفيات ومعدلات القصوبة والهجرة صحة في الهجرة الداخلية والخارجية يتم وضع تقديرات العامة للسكان سنويا طبعا هذه التقديرات إذا نتسمها على مستوى الذكور والعناث نجد أنه الكفة تميل قليلا لجانب الذكور نتحدث عن 50.3 للذكور و49.7 بالنسبة للعناث هناك تقريبا توازن على مستوى الفيات العمرية تشكل الفيات العمرية الأطفال من 0 إلى 15 سنة تقريبا 17% أو 27% ثم تأتي بقية الشرائح العمرية من 15 فما فوق تشكل تقريبا 65% كبار السن يشكلون مساحة قليلة بالنسبة للسكان يعني من 64 فما فوق ويشكلون حوالي 3% من عدد السكان على مستوى المحافظات بغداد تحت المركز الأول بحوالي 9 ملايين أو أقل بقليل تليها محافظة نينواء بأكثر من 4 ملايين ثم البصرة بأكثر من 3 ملايين وهناك تقارب في باقي المحافظات يعني نتحدث عن السليمانية في أقليم كردستان تقريبا 1.3 مليون أيضا محافظة أربيل تجاوزت مليونين هناك في الجنوب محافظة ذكار أكثر من مليونين ومحافظة بابل أيضا أكثر من مليونين ثم باقي المحافظات دون المليونين أقل المحافظات في عدد السكان هي محافظة المثنى بواقع حوالي 850 إلى 950 ألف ربما تصل إلى 950 ألف خلال بنهاية السنة الماضية 2022 فيما خصى موضوع ستان المائن أو مستجدات المغرب بالنسبة للتعداد السكاني هو موضوع على الطاولة هناك حقيقة نقاش مستفيد لتوفير الظروف والمتطلبات الأساسية لتنفيذ التعداد تعلمون أن التعداد بحاجة إلى استكمال متطلبات كثيرة وأساسية يعني في مقدمتها توفير التخصصات المالية ما زلنا ننتظر موازنة 2023 لكي يتم توفير التخصصات المالية المطلوبة وهناك إجراءات وخطوات أساسية ومهمة ينبغي استكمالها ونحن نمضي باتجاه تنفيذ التعداد عامل السكان نأمل أن تكون هناك تخصصات مالية كافية تغطيها لمتطلبات لدينا متطلبات كثيرة حقيقة نحتاج أن نستكملها يعني من بينها وفي مقدمتها هو توفير الأجهزة اللوحية التابلت بمواصفات خاصة نحتاج إلى حوالي 120 أو 130 ألف جهاز لوحي بمواصفات خاصة هذه يعني تكلف موازنة كبيرة نحتاج أن نتعاقد مع شركات عالمية كبيرة لكي توفر لنا مثل هذه الأجهزة نحتاج أيضا إلى تدريب العدادين الذين يساكمون بتنفيذ التعداد على هذه الأجهزة وأيضا عددهم لايقا إلى 130 ألف عداد وحقيقة هناك تفاصيل كثيرة هذين بغي استكمالها ولكن كل هذه التفاصيل هي مرتبطة بقانون الموازنة وبتوفير التحسيصات مالية الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان في موخص وزارة التخطيط التعيناتكم كم في هذه السنة؟ الموضوع التعينات حقيقة لا يرتبط بوزارة التخطيط الملف التعينات هو مرتبط بوزارة مالية كاستحداث وكمعايير يرتبط بمجلس الخدمة الاتحادي هناك قرارات صدرت مجلس الزراع مؤخرا هذه القرارات قضت بتوفير درجات وظيفية للخريجين الأوائل اللي عادتهم أكثر من 74 ألف وأيضا تثبيت العقود في وزارة الكهرباء ووزارة الصحة وجهات أخرى وأيضا تثبيت العقود بمفوضة الانتخابات هذه كلها يعني وزارة مالية ستتولى عملية استحداث الدرجات الوظيفية لهؤلاء ويتولى مجلس الخدمة الاتحادي وضع المعايير الخاصة بالتوظيف في مؤسسات الدولة